كما نحن مكملين بباقي فقاراتنا الصباحية وحنضل بمجال الثقافة والأدب ولكن حنروح لأدب الطفولة وثقافة الطفل دائما نحن بنعرف أنه القراءة جدا مهمة بحياة أطفالنا هي من أهم الأفكار اللي ممكن تخليه يفكر خارج الصندوق خليه يعرف تاريخ بلده وتاريخ القضايا اللي مرأ فيها البلد وكل القضايا المقاومة اليوم نحن نركز على القضية الفلسطينية فهذا الطفل أكيد مفروض يعرف شو عم بيصير بفلسطين يعرف الصور اللي عم نشوفها نقدر نترجمه إياها من خلال الكتابة والقراءة وحتى المشاهدات من خلال الأم أنه تقدر هي تشرح لهذا الطفل شو عم بيصير وأيضا نرجع بذاكرة الطفل للتاريخ ليعرف اليوم هذا الاحتلال ليش موجود ضمن فلسطين ومثل ما عم نعرف نحن القراءة هي أهم شي ممكن يغذي الروح والفكر وأكيد رشال يوم من خلال القراءة رح نحكي أكثر عن القيم الوطنية يلي تعتبر من أهم القيم الأساسية يلي لازم نغرسها عند أطفالنا من الصغر لتكبر معه هذا الانتماء للوطن هذا الحب للوطن لتشكيل هويتهم وإسهامهم بخدمة الوطن أكيد كل هي الأمور من خلال أدب الأطفال يلي رح نحكي عنه اليوم يلي عم بيخاطب عقول الأطفال اهتماماتهم أفكارهم وأعمارهم وعم جاءب على كتير من الأسئلة والاستفسارات يلي بتهمون والأكيد أنه بلغة جدا بسيطة وبطرق عديدة نحكي أكثر مشاهدينا ضمن مساحتنا التالية عن هذا الموضوع بساعدنا أن تكون معنا لليوم الكاتبة سميرة شكر المتخصصة بأدب الأطفال سعد صباحي أهلا وسهلا فيك صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك وقتل منقول الأدب ومنقول طفولي خلينا هيك نرجع نحنا بذاكرتنا مرأنا كلها يعني اليوم مين منا يعني كله اليوم حدا مسمعنا ما مرأت معه أو ما في بذاكرته لها لا لا فلسطين وداري وأرضه انتصاري لشعر سليمان العيسى كنا أطفال هاي القراءات خلتنا نتبت بهذه القضية فكبرنا عليها وظلت بذاكرتنا القصيدة مع اسم الشاعر يعني كان مهم نحن نحفظ اسم الشاعر أكثر ما نحفظ القصيدة لنعرف هذا الأدب من مين فاليوم هذا الأدب هو رسالة وهي مهمة على عاتقكم كمثقفين اليوم خلينا نحكي أدي مهم اليوم بحياة الطفل لتعزيز الهوية الوطنية طبعا القراءة وهي الأشعار الأديمة كما قلت القصائد الشعرية اللي احنا تربين عليها عفوا لازم نرجع ذكر أطفالنا فيه لازم حتى بمدارسنا نرجع نذكر أطفالنا بهذه القصائد نحكي لهم عن مكانة فلسطين التاريخية ومكانتها الدينية حتى مكانتها الجغرافية حتى نقدر نشرح لأطفالنا ليش عب يصير بفلسطين هيك ليش فلسطين دائما هي المقصودة بهذه الأحداث والاحتلال الصهيوني فنحنا دائما حتى نحنا ككتاب مسؤوليتنا بكتابة القصاص وكتابة أدب الأطفال نرجع لهذه القضايا ونكتب عنها نعزز مثل ما قلتوا أنه حب الأرض حب الأطفال نقلق الوضع العربي عند الطفل للأسف نحنا كثير أطفالنا بهذا العصر بعاد عن هاي القضايا وبعاد عن هاي المواضيع بسبب انشغالاتهم باشتياق تانية بمواضيع تانية اللي عم تنطرح على مواقع التواصل اجتماعي فلازم نحنا قبل هذا الوقت يعني هو هذا الوقت ما تأخرنا بس حتى من قبل نحنا كنا لازم نرجع لهذه القضايا ونذكرهم فيه تمام خلينا نحكي اليوم الحرب اللي عم تكون على أهلنا بفلسطين وقطع غزة يوميا عم نشاهد مشاهد جدا مؤلمة مشاهد دموية إن كانت عبر تلفزيونات أو كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوم عم نركز على فئة الأطفال هذول الأطفال يعني فئة حساسة جدا كتير لازم ننتبه شو عم يتابع واليوم بتلاقي أي طفل بعمر صغير صار بيعرف بكتير من الأحداث من خلال الموبايل خلينا نحكي اليوم كيف نحنا ممكن نتعامل مع هذول الأطفال يلي عم بيشاهدوا هاي المشاهد المؤلمة يوميا تماما من نرجع هون لدور القراءة حتى القراءة حتى للأم فيدي يجب أن الأم يكون عندها مخزون ثقافي تقدر تشرح للأطفال شو عم ما يشوفوا هلأ أنا محبز إنه بنا انداري الأطفال ما محبز إنه بأعمار صغيرة خاصة من عمر ثلاثة ست سنوات إنه يشوفوا هاي المشاهد يعني بنحاول إحنا قدر المستطاع من الأهل إنه نبعدهم عن رؤية هاي المشاهد أو الحكي فيها بالبيت خلال تواجدهم أما من الأعمار الكبيرة ما حنا قدر نسيطر إنه هنه ما يشوفوا فلازم نشرح للأم أو لحنا الكتاب بطريقة كتير بسيطة شو عم ما يصير وليش هنه هذول أطفال هنه مسهدفين لأنه إحنا ما في أم عم تتعرض لأسئلة هلأ من طفلة ماما لش هذول أطفال هنه بسات عم يصير فيهم هاي طب هنه هنه ونعم يروحوا عم يموتوا شو عم ما يصير فيهم ليش عم يتوذبوا وليش عم يتوجعوا فلازم الأم يكون عندها قدر على استيعاب السؤال أول شيء عن طفلة وتاني شيء تقدر تشرح له بطريقة بسيطة ما تأذي نفسيته لأنه الأطفال عم يناموا لسه ببالهم نحن الكبار عم نتأثر وعم صحيح ما عم نقدر ننام من المشاهد اللي عم يشوفوا فكيف الأطفال أول فكرة بيأكد عليها أنه نحاول قدر المستطاع خاصة بالأعمار الصغيرة نبعدهم عن هاي المشاهد تاني فكرة أنه نحن نقدر نشرح لهم بطريقة كتير بسيطة ما تأذيهم اليوم وقتنا عم نحكي عن طفل اليوم في مستوى فكري نحن مفروض نجاري مثل ما بنقول بالعمية ننزل لعنده اليوم في ثقافة وطنية مفروض تتعزز بذاكرته وبنفسيته ليقدر هو يصدره للمجتمع فيه مع بعض اليوم من خلال الأدب نحن كيف قادرين من خلال النشاطات من خلال أي شيء ممكن نحن نقدر نستغله لأنه نعزز هاي القيمة عند الطفل لأنه دائماً هذا الطفل هو مثل ما بتقوله حضرتكم هو سفن جي بيمتص بمرحلة الطفولة فهذا الطفل اليوم نحن كلياتنا مسؤولين تجاهه يعني شو كيف نحن قادرين نتعامل معه هلأ لحنا واجبنا ككتاب نتجه لعاطفة الطفل أول الشي نحسسه بالانتماء الوطني مثل ما أنا حكيت قبل شوي ناني الشي في عنا قضية إنه نكتب عنا هي شعور بالآخرين يعني للأسف في عنا عادات والتقاليد خلينا نقولها قديمة في مثل بيقول يعني لو إنه المثل شوي فضل إذا جاري بخير أنا بخير هاي العادات نحنا للأسف نسيناها حتى نحنا الكبار نسيناها يعني نازم يكون قبل ما نحكي عن القضية الفلسطينية نحسسهم بشعور بالآخرين أنا إذا عندنا جار تعبان جار مريض عندهم حالة وفا نحترم حزن غيرنا نحترم أحزن الآخرين ونشاركهم حتى نسلم أحزانهم ونشاركهم أفراحهم يعني مثلا نعلم أطفالنا إنه نحنا ما بصير إذا جارنا تعبان نعلي صوت التلفزيون أو إحنا نعمل ضجيج ببيتنا إنه نحنا نزوره نتطمن عليه بهاي العادات وهي الأنشطة اللي نحنا نزرع بأطفالنا بتأثر عليه بهاي الأحداث اللي هو عم يصير أكيد رح يصير عنده شعور بالآخرين شعور ما يصير فيهم أكيد رح يوقف نشاطاته اللي هو عم يعملها لأنه حسب الأطفال الثانية شعور ما يصير فيهم يمكن هاي دائرة الديئة تتوسع لخارج حدود الجيران وتصير لقضية وطنية شعور وطني حتى نحنا كتاب والقصص نتمنى من المدارس أن تسمح لنا نعمل ورشات تسمح لنا نحكي لهم قصص تسمح لنا نعمل أنشطة للأطفال بالمدارس نحكي لهم عن الأحداث اللي عم ما تصير نشرح لهم شوي اللي عم ما يصير نحكي لهم قصص عن تاريخ الأمم العربية حضارتها اللي كانت فيها تاريخ الفلسطين عن صلاح الدين الأيوبي مثلا كيف كان نشاطات أصدق نشاطات يمكن بتوصل للطفل الأفضل من أنك تعطيه كتاب تقليله قعد قراءة يعني أنك اليوم تروح أنت من خلال مسرحية جسدي شخصية تاريخية حياته ما رح تطلع من ذاكرته الفكرة تمام أي نشاط وأي قصة أي ورشة نحنا نقدر نعملها بالمدارس أو بالمراكز الثقافية ممكن تساعدنا بشرح اللي عم يصير لأطفالنا حتى ممكن تساعدنا ببناء جيل واعي بناء جيل عنده مسؤولية ببناء جيل عنده حس وطني يمكن نحنا جيلنا ما قدر يعمل شيء الأجيال الجاية ممكن تقدر تعمل شيء بموضوع القضية الفلسطينية ويمكن خلال حديثك ذكرت كثير من القيام المهمة يلي لازم تكون موجودة اليوم عند أطفالنا من عمر الغير لا يعرف كيف يتعاملوا اليوم ضمن المحيط ضمن البيئة المحيطة طيب خلينا نحكي أكثر اليوم للأطفال بأدب الأطفال شو الأفضل برأيك لحتى اليوم نحنا نعزز مداركهم واستيعابهم هل النص الشعري أم الرواية أم القصة القصيرة هلأ فيك نحنا ما فينا نحدد لأنه كل طفل ممكن بناسبه الشمعية كل طفل له ميوله كل طفل له اهتماماته اهتماماته في أطفال أعماره مثلا ما تقدر تستوعب الألفاظ الشعرية ممكن الشعر ممكن يستخدمه بالسن المراهقة نحن نعطينا طيب دوركم اليوم كيف تعرفوا اهتمام هذا الطالب وشو ممكن يرجع نحن يمكن خلال حديثك مع الطفل تفهمه هو ميوله والأعمار بتحدد يعني أنا من أعمار صغيرة الأعمار من الثلاثة لخمس سنين بحكي لهم قصص بسيطة بحكي لهم عن خلينا نركز على الشعور بالآخرين بالأعمار الكبيرة ست سنين لسبع سنين ممكن أنا أستخدم لهم قصص تاريخية ممكن نحكي لهم عن الأبطال ممكن نحكي لهم عن مثل ما سكرت صلاح دي الأيوبي بالأعمار الكبيرة ممكن نستخدم القصائد الشعرية نحرك العاطفة عندهم أكتر لأن هذا العمر أصعب عمر من 12 14 أو 15 سنة سنة مراهقة هو أكتر عمر ممكن نحن نتعذب معه لأنه بحير فما بتعرف ممكن تشتليع عاطفته ممكن يكون في شغلات لأهوة النشاطات أكتر ويكون عنده أسئلة كتير اليوم صعب يمكن الواحد يعرف يجاوب عليها أي تمام بإذن أنه هو سن مراهقة تمام وصعب إيصال الفكرة صعب يكثر الشغلات اللي هو ما يشوف أكتر ساميرا اليوم نحن عشنا ظروف جدا سيئة بسنوات الماضية كسوريين واليوم عم نشهد التطورات اللي عم تصير بالقضية الفلسطينية اليوم أدب مبارح غير أدب اليوم غير أدب بكرة يعني مفروض يكون فيه عم يطور نفسه عم يكون أكثر ليوني اللي يكون عم يجاري الأحداث اللي عم تصير بالوطن العربي بسوريا بفلسطين وبكل العالم هل اليوم بنظرك ومن خلال متابعتك ومن خلال مجالك عم يكون هذا الأدب قادر يطور نفسه قادر يكون عم يواكب التطورات اللي عم نعيشها أو ان هو يعني خلص تمسك بفكرة عم بيضل يضخ فيها نفسه لا تماما نحن الأدب مثله مثل أي عنصر مؤثر بالمجتمع إذا ما واكب التطور وما واكب الأشياء الهواء اللي عم تصير بالبلدان فما بيقدر يوصل رسالته وما بيقدر الجيل الجديد يستوعبه فلحنا عم نحاول نواكب أي حداث بيصير مو بس هيك يعني كانت شوفك التعاملي هيك كراسات ألوان للأطفال تكتبي لهم قصص عن شي نحنا عم نعيشه يعني يمكن هاي الفكرة كتير مهمة للطفل ويتحفز ويتحفزه أنه يقرأ القصة يقرأ القصة أنا صرت أري القصة لابنتي اللي عطيتني عشر مرات يعني ما خل ما خلصت هاي تمام الحمد لله ممكن هلأ في بين خلال أرسم قلوين نستخدم لهم شغلات مثلا الأعلام الخرائط الجغرافية بهذه الأحداث أنه نحن نعرف على الوطن العربي من خلال مو بس وعم يقرأ قصة ممكن عم يحرك حواسه كلها صحيح حتى يقدر يحفوزها أكتر صحيح يمكن الجيل الجديد هلأ عم يوعى القضية الفلسطينية أكتر من قبل خلينا نحكي عن تأثير النتاج الأدبي لتسليط الضوء على قيم الولاء والانتماء وتعزيز من الضغر الانتماء حب الوطن هناك شغلة كثيرة منهم ما بدي أحكي عنا نحاول نعطيهم إيجابيات نحاول بخلال بذات بزرع أو غرص حب الوطن نبعد عن التذمر وخاصة الأهل يعني أنه أكيد نعم نمر بإحداث كثير صعبة لكن لا يمكننا نظل نتذمر أمام الطفل يجب أن نعطينا أمل أنه أنه شيء حلو جاي بعدين إن كان لوطننا وإن كان لقضية فلسطينية وإن كان الأحداث اللي عم تصير أكيد لنعطيهم أمل أنه هذا الشيء سيخلص وهذا الشيء سنتصر بالأخير والأرض الفلسطينية والقدس سترجع شو ما صار أحداث وأن هؤلاء الأطفال اللي راحوا الأكيد سيكونوا طيور بالجنة ورح يكونوا شفاعة لأهلهم لأهلنا بالجنة إن شاء الله إن شاء الله لازم نزرع لهم هذه الإيجابيات دائما نركز عليها دائما نشوف نشاط موجود بالمدارس هو قديم وهلأ عم نشوفه ولكن ما أنا عم نشوفه للأمانة يعني بنفس المستوى وبالمحب إن كان من الأهل أو من الطفل الرواد المدرسي على مستوى الأداب على مستوى الرياضيات اللغة إلى آخر اليوم عندش مهم تفعيل دور هاي النقطة بالأداب بالشعر خلال المرحلة اللي نحن عملها يشعر حتى أقدر أنا فعل دور الأداب وفعل دور القصص وفعل دور الأداب الطفولة بالمدارس خليني ركز على المكتب المدرسي قديش لحنا مهم الطفل يرجع للمكتب المدرسي قديش لحنا بحاجة إنه المدارس يكون عنده اهتمام بهذه المكتب للأسف لحنا عنا لقصات المكتب المدرسي مهملة ببعض المدارس فلحنا لازم نرجع الأطفال لإلى من خلال نطرح لهم مواضيع جديدة نزين المكتب المدرسي حتى يكون الرغبة بإنهم يجعل نعمل فيه نشاطات نعمل فيه مثل ما أنت إنه كتب جديدة لأنه الكتب الأديمة ما عدي رغبة حتى خلينا مو غلط إنه نحط روايات للناشئة بالمكتب المدرسي حفزهم على فكرة الرائد على مستوى القطر بمجال الشعر بمجال التعبير عن القضي الفلسطيني بمجال ثقافي بمكان ما يعني عم نشوفها ولكن مو مثل زمان يعني كل شي تغير حتى بهذه النقطة للأسأل هو الأكثر حجتنا بتكون بالوقت إنه إحنا ما عنا وقت دائما نحكي لطفلنا ما عنا وقت نقراله ما عنا وقت فلازم نخصص وقت لو كان أصيد باليوم حتى نقرأ لطفلنا أو نجيب له هاي القصص اللي بتحكي عن هاي الموضيع أكيد دائما منقول إنه الأطفال والشباب هنون صورة عن المستقبل وهنون عمادة المجتمع ودائما لازم نزرع فيهن من عمر الصغير كل هاي القيام الأساسية لحتى يكونوا أشخاص فاعلين ومنتجين بها شكرا إليك شكرا لإلك سميرة لحضورك اليوم لكل المعلومات التي ذكرت نتمنى اليوم دوركم نكون وجود على الأرض ومنتمنى نرجع نشوف الأشعار القديمة لعصف الأول اللي نحن علقت فقدناها إن كان بأشعار الوطني إن كان بأشعار كنا نقراها بشكل عام اليوم أي حدا بيفتح المنهاج الابتدائي رح يشوف أنه هي تم إلغاءة من ضمن هاي الكتب نرجع لهي الثقافية لأنه يمكن نحن ربين عليها وضلت بزاكرتنا لهذا الوقت اليوم أطفالنا بضمن هذا التطور وضمن هذا الغزو الفضائي اللي نعيشه في حاجة لهي الثقافية ترجع تتعزز عندهم شكرا لك سميرة